اشتركوا في القناة ومعه الذي يعكس تعددية الحضارات والثقافات التي تعاقبت على المملكة واستمع من المشرفين على الجناح إلى شرح حول البرامج والفعاليات المصاحبة وإيجاز حول الصناعات والحرف التقليدية التراثية والتي تلقى اهتمام وإعجاب الزوار من كافة أقطار العالم وقد أعرب وزير الخارجية عن سعادته بما لمسه من تميز في جناح مملكة البحرين إكسبو 2020 دبي مشيدا بالتصميم المعمري المتميز لمبنى الجناح ومرافقه ومنوها بالجهود المخلصة الملموسة التي بدلتها هيئة البحرين لثقافة والآثار من أجل إثراء مشاركة مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي وتحقيق التميز في الإنشاء والتصميم والعرض مشيدا بمشاركة مجموعة من المتطوعين الشباب في تنظيم الجناح ما يعبر عن حرصهم على الإسهام في خدمة بلدهم بكل تفاني وإخلاص كما قام سعادة وزير الخارجية بزيارة لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي حيث قام بجولة في أرجاء الجناح واستمع من المسؤولين عن الجناح إلى شرح حول محتوياته وتصميمه التراثي والتي تعكس ماضي الإمارات وحاضرها والمستقبل الذي تتطلع إليه وعبر الزياني عن عجابه وتقديره لما تضمنه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وما اجتمل عليه من معروضات حاكست الماضي العريق وجهود الدولة لمؤكبة العصر والتطلع إلى المستقبل كما أعرب عن تقديره للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الكبيرة التي بذلت على كافة المستويات لتنظيم إكسبو 2020 دبي بهذا المستوى الحضري الرفيع من التجهيز والإعداد والتنظيم مشيدا بما أتليه قيادة الإمارات من حرص واهتمام برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي من خلال استضافة أهم الفعاليات العالمية في مختلف المجالات ومتمنيا لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار